بسم الله الرحمن الرحيم مادة محاسبة شركات الاموال واحد محاسبة متوسطة واحد الفصل الاول وهو بعنوان تكوين الشركات المساهمة وتعديل رأس المال في البداية احنا المنهج بتاعنا بيتكلم على شركات المساهمة طبعا في سنة اولى احنا درسنا في الترم الاولاني وهي مبادئ المحاسبة وهي كانت المحاسبة عن المنشآت الفردية ان شخص واحد هو اللي بيملك الشركة وبعد كده في الترم التاني خدنا محاسبة شركات الاشخاص وهي كانت العبرة بالاشخاص وكان بيبقى عندي اكتر من شركين فاكتر اما دلوقتي المحاسبة متوسطة او محاسبة شركات الاموال احنا بنتكلم على شركات الاموال وهي العبرة فيها من من الاسم تاعها وهي العبرة فيها بالاموال طيب شركات الاموال دي يبقى هو الفرق انواع الشركات عندي يا اما منشأة فردية يا اما شركة اشخاص يا اما شركة اموال. بالنسبة لشركات الاموال طبعا في البداية الشركة دي بيكون رأس مالها مؤسم الى اسهم. والاسهم دي بتكون متساوية القيمة. طيب رأس المال اللي موجود فيها عندي كزا نوع. لكن في البداية ان الشركات المساهمة بأكد تاني ان هي بتبقى العبرة فيها في شركات الاموال العبرة فيها بالاموال عشان كده. رأس المال الخاص بها بيكون مقسم الى اسهم متساوية القيمة. رأس المال الاول انواعه وهو رأس المال مرخص به وده بيبقى اقصى عدد من الاسهم او اقصى رأس مال ان الشركة ممكن تصدر. اما رأس رأس المال المصدر هو عبارة عن رأس المال اللي بتكون الشركة فعلا باصدار. في حدود طبعا رأس المال المرخص به. ورأس المال المدفوعة جزء من رأس المال اللي بيتم تزديده فعلا. اول حاجة هنتكلم فيها وهي المعالجة المحاسبية لتكوين شركات اول نوع او اول شكل بيبقى موجود في تكوين الشركات ان انا ممكن اصدر الاسهم بشكل نادي وتحصل قيمتها دفعة واحدة. يعني انا ممكن اتمن اصدار الاسهم ناديا وتحصل قيمة دفعة واحدة. في الحلقة دي. بيبقى مطلوب ايه? نشوف في تمرين. تمرين الاولاني بيقول في يناير الفين وانساعتاشر شركة مساهمة تكونت برأس المال مرخص به خمسين مليون جنيه. مقسم الى خمسة مليون سهم عادي. قيمة السهم عشرة جنيه. ورأس المال المصدر المدفوع اتنين مليون سهم عادي. وطرحت الاسهم للاكتتاب. وتم الاكتتاب فيها بالكامل. وقد تم تخصيص الاسهم اول مارس. المطلوب اجراء قيد اليومية. وبيان حقوق المساهمين. طيب. نبص في التمرين ده نلاقي ان رأس المال المرخص به خمسين مليون مقسم الى خمسة مليون سهم. لو اسمنا الخمسة مليون جنيه على الخمسة مليون سهم يطلع قيمة الاستمائل السهم زي ما موجودة عندنا عشرة جنيه. ورأس المال المرخص لما بيبقى موجودة عنده في اي تمرين. ده بالنسبة لي بيبقى معلومة. ما بيستخدموش في قيود العبر عندي برأس المال والمدفوع. فالشركة اصدرت اتنين مليون سهم. وطرحت الاسهم لالاكتتاب وكانت هنا. السهم بيحصل مرة واحدة. فهنا اصدار اسهم نقدية بتحصل قيمتها دفعة واحدة مرة واحدة. نبص القيود بالنسبة لي هنا ادم السهم بيحصل مرة واحدة. يبقى اول قيد بعمله القيد الاكتتاب. بيقول حساب البنك لحساب المساهمين. وبكتب فيه الاكتتاب اللي حصل الاكتتاب حصل في اتنين مليون سهم والسهم بعشرة جنيه. عشرين مليون جنيه. والقيد التاني لما بخصص لهم الاسهم اللي هي كان في شهر مارس. بقول من حساب المساهمين الى حساب رأس المال. بنفس القيمة. ودايما ااكد على ان رأس المال الاسهم العادية بيظهر بالقيمة الاسمية. طيب. نشوف هنا نلاقي ان حساب المساهمين اللي موجود في اول قيد جي داين وفي القيد التاني جي مديني ان هو حساب وسيط. بيقفل على طول. طيب. طب حقوق المساهمين هيظهر عند ايه? بند او جزء بتاع حقوق المساهمين في قيمة المركز المال هيظهر في رأس المال المرخص به دا معلومة ما تظهرش في الميزانية. ولكن يظهر رأس المال المزر بالعشرين مليون. ده التمرين الاولاني في حالة ان انا بأصدر الاسهم بشكل نادي وتحصل قيمة مرة واحدة. طيب الحالة التانية ان انا ممكن اصدر الاسهم بشكل نادي بس بتحصل قيمتها على دفعات. يعني السهم بدل ما بحصل قيمة السهم اللي هي القيمة اسمية بتاعته مرة واحدة. لا بحصلها على اقصات. اول قسط موجودة بيبقى قسط الاجتتاب. ده لازم يبتدي يحصل. بعد كده القسط التاني قسط تخصيص. وبعد كده الاقصاط التانية بتبقى بقى اول تاني الى اخر. لكن اهم القسطين موجودين عندهم هو قسط الاجتتاب وقسط التخصيص. نراحز ان كل الاقصاط بيتعمل لها قيدين. قيد اسم قيد استحقاق. وقيد التاني قيد التحصيل. قيد الاستحقاق بيبقى من حساب القسط الى حساب رأس المال. ده استحقاق المبلغ بتاع القسط. وقيد التحصيل من حساب البنك الى حساب القسط. مع ده قسط الاجتتاب. ده بيختلف عن كل الاقصاط لان ده ببتدي انا نحصل فلوس الاول. يعني ايه? يعني لما اجا اقول النهاردة انا سهم امتو عشرة جنيه. هتقسم امتو على قسط اجتتاب وتخصيص وقسط اول مسلا. قسط الاجتتاب ده بحصل مبلغي في الاول. اما الاقصاط التانية بتعمل لها القدين قيد استحقاق وقيد تحصيل. والمسال اتنين هيوضح معانا الكلام ده. في واحد واحد الفين وتسعتاشر ان في شركة اسست برأس مال مرخص عشرة مليون جنيه. مقسم الى واحد مليون سهم. فلو اسمت العشرة مليون على المليون سهم هيطلع عشرة جنيه للسهم الواحد. ده القيمة الاسمية. يبقى بالنسبة لرأس المال المرخص دي معلومة بس عشان اجيب منها الكماbar الاسميال اللي هي موجودة عندنا بالفعل عشرة جنيه للسهم. رأس المال المصدر قدروا ماتين الف سهم. نراحل هنا ان السهم تم تحصيله على اقصاد. قسط الاولاني وهو قسط اكتتاب بتلاتة جنيه. والقسط التاني التخصيص بتلاتة جنيه. وقسط اول باثنين جنيه. وقسط الاخير باثنين جنيه. نلاقي ان القسط هنا في الاخر مجموعه عشرة جنيه. تلاتة زل تلاتة زل اتنين زل اتنين. وقد تم الاكتتاب في الاسهم وطلبت الاقصاد في موعده. مطلوب مني ان انا هعمل قيودة اليومية. وابين تأثير القيود دي على حقوق المساهمية. زي ما قلت ان قصة الاجتتاب الوحيد اللي هيتعمله الاول قيد تحصيل ثم قيد تخصيص. قصة الاجتتاب بس لان انا باخد الفلوس الاول. اما اي قصة تاني بعد كده بيتعمله قدينه. قيد اسمه استحقاق. وقيد اسمه تحصيل. تعالوا نشوف مع بعض قصة الاجتتاب. اول حاجة انا هحصل كامل. قصة الاجتتاب بقول من حساب البنك الى قصة الاجتتاب. انا جاي الاجتتاب في كامل? متين الف سهل. متين الف في سعر تلاتة جنيه يبقى ستمائة الف. يبقى من بنك لقصة الاجتتاب ستمائة الف. وبعد كده بقى في القصة الاجتتاب الى حساب رأس المال لما بخصص الاسهم. القصة الاجتتاب الى رأس المال. طب كل الاقصاد بقى اللي جاي بعد كده هتبقى عبارة عن ايه? قدين. يعني في قيد هتعمل قدين. وفي الاول هتعمل قدين. وفي الاخير هتعمل قدين. قيد الاولاني اسمه استحقاك والتاني اسمه تحصيط. طيب في قيد قسط التخصيص هقول ايه الاول? هقول قسط الاستحقاك او قيد الاستحقاك هيبقى من حساب قسط التخصيص لحسب رأس المال لحوれ الماتين الف سهل عدد الاسهم في اي متو اللي هو كان بتلاتة جنيه. ولما ده حصل اقول من البنك لقسة التخصيص. نفس الفكرة من هذا الاول والكست الاخير هي هي نفس قيد بتاع قسط التخصيص. بس اللي هيفرق معي بدل ما اقول قسط التخصيص هقول قسط الاول القسط التاني قسط الاخير قسط وهكذا. وبيتعام القدين. قيد استحقاق وقيد تحصيل. فمسلا في قسط الاولاني قدر استحقاق بتاعه من حساب القسط الاول للحساب رأس المال. عدد الاسهم متين الف سهم والسهم باثنين جنيه الاول. ولما حصل هقول من البنك لحساب القسط الاول. بربعمية الف. طب القسط الاخير برضو هقول من حساب القسط الاخير الى حساب رأس المال. المتين الف ساهم في اتنين جنيه بربعمية الف. طب القسط الاخير من البنك الى قسط الاخير. طب تأثير ده برضو سواء كانت بتحصل قيمتها مرة واحدة او على اقصاد حقوق المساهمين هيظهر عند رأس المال المصدر اللي هم المتين الف ساهم وكان الساهم عند بعشرة جنيه يعني اتنين مليون جنيه. ده بالنسبة لي لحقوق المساهمين. لكن فكرة ان انا احصل السهم على اقصاد بيقابلني بعض المشاكل. من اهم اول مشكلة موجودة عندي وان ممكن يحصل عندي زيادة عدد الاسهم المكتب فيها ان اسمه مصدره. يعني ايه? يعني والله ان الشركة عايزة تصدر مسلا متين الف سهم. وطرحت الاسهم للاكتتاب. يعني الناس عايزة تكتب عليها من خلال البنوك. وحصل الان اكتتاب في متين وخمسين الف سهم. في الحالة دي الشركة هتصدر بس وهتخصص المتين الف سهم. والخمسين الف الزيادة هتردهم لاصحبهم. اللي هيختلف معي حاجة واحدة بس. اللي هيختلف هيبقى الاختلاف عندي في القيد بتاع قسط الاكتتاب. هيبقى عندي بحصل من البنك القسط الاكتتاب بكل المبلغ. كل الاكتتاب فيه. ولما بخصص بخصص بس للاسهم اللي انا عايز اصدره. والباقي القيد اللي بعدين برد الاكتتابات. اما بقيت القيود. في الاقصاط اللي بعد كده مش هتتقصر. ده بس الفكرة. يعني المثال اللي موجود عندي ان في واحد واحد قدامي دلوقتي في واحد واحد الفين وتسعتاشر ان فيه شركة برأس المال مرخص قدره تلاتين مليون جنيه. مؤسم لتاتة مليون سهم يبقى قيمة لاسميها للسهم عشرة جنيه. رأس المال المصدر هو بالنسبة لي خمسمية الف سهم. يعني لو معنا ورقة دلوقتي نكتب رأس المال المصدر خمسمية الف سهم. والسهم ده بيحصل على اقصاد. قسط اكتتاب بخمسة جنيه. قسط تخصيص تلاتة جنيه. قسط اول واخير باتنين جنيه. وقد بلغت الاسهم المكتتبة خمسمية وعشرين الف جنيه ده الاكتتاب. يبقى الشركة عايزة تصدر رأس المال مصدر قد ايه? خمسمية الف. لكن الاكتتاب حصل في كام? في خمسمية وعشرين الف سهم. يبقى القيد الاولاني بتاع قسط الافتتاب هيبقى عبارة عن قيمة القسط الخمسة جنيه فعدد الاسهم اللي اكتتبنا غير. احنا اكتتبنا في خمسمية وعشرين. يبقى خمسة جنيه في خمسمية وعشرين الف سهم هيطلع اتنين مليون وستمائة الف من البنك الى قسط الاكتتاب. ولما هخصص هيبقى عدد الاسهم المصدرة فقط. اللي خمسمية الف سهم. في قيمة القسط الخمسة جنيه يعني اتنين مليون ونصف. وهقول من قسط الاكتتاب لرأس المال. طب انا عندي كده في زيادة في الاسهم قد ايه? في الاجتتاب. في عندي عشرين الف سهم زيادة. دول هردهم. هعكس القيد الاولاني بدل ما كنت بقول من البنك لقسط الاكتتاب هقول. من حساب قسط الاكتتاب الى حساب البنك. مبارعا الاسهم الزيادة اللي هم العشرين الف سهم في خمسة جنيه. يبقى عشرين الف. في خمسة هيطلع مئة الف جنيه. وبقى الاقصاط تكتب زي ما هي. كل قسطة يبقى موجودة هيبقى ليه قضين. قيد استحقاق زي ما قلت. وقيد التحصيل. بيساوي. ايمة القسط في عدد الاسهم المصدرة فقط. فمسلا قسط التخصيص. انا هزل خمسمية الف سهم. يبقى قد الاستحقاق بتاعه. من قسط التخصيص لرأس المال. خمسمية الف سهم في تلاتة. يعني مليون ونص. وعند التحصيل. وعند التحصيل زي ما ظهر قدامنا هقول من البنك القسط التخصيص اللي هم الخمسمية الف سهم في التلاتة. طيب القسط الاول والاخير اللي هو باتنين جنيه قيمة القسط. قسط الاو قيد الاستحقاق بتاعه القسط الاول والاخير الى حساب رأس المال خمسمية الف سهم في قيمة القسط اتنين جنيه بمليون. وعند التحصيل هقول من البنك الى القسط الاول الاخير. طبعا حقوق المساهمين هتظهر زي ما هي برأس المال المصدر فقط والخمسمائة الف سهم في القيمة عشرة جنيه يعني خمسة مليون جنيه. كده بالنسبة لي دي اول مشكلة لما يكون عندي عدد الاسهم المكتب فيها اكتر من المصدرة. يبقى الاسهم لما يكون المكتب فيها اكتر من المصدرة برد الاسهم الزيادة اللي هتبقى موجودة وبيأثر بس على القيد بتاع قسط الاجتتاب. طيب هتقابلني مشكلة تانية. المشكلة التانية اللي ممكن تقابلني ايه? اني مدام السهم بقول على اقصاد يبقى ممكن احد المساهمين يتأخر عن صداد قسط. طيب في الحالة دي بيأثر فين? بيأثر عندي في قيد التحصيل فقط. يعني قيد الاستحقاق بيبقى بالكامل. ما عنديش مشكلة فيه. ولكن بيأثر عندي في التحصيل. ما بحصلش كل المبلغ. ولكن قسط الاجتتاب مش يحصل له اي تأثير. اللي هيحصل له تأثير بس الاقصاد اللي بيتأخر فيها المساهم عن السداد. على سبيل المسال. لو شركة اصدرت تلاتين الف سهم. يبقى عدد الاسهم لو معنا ورقة وقلم بنقول عدد الاسهم المصدرة كام? تلاتين الف سهم. قيمة الاسمية جاية لجهزة بتمانين جنيه. ومقصمة كالتالي. كسط الاجتتاب بتلاتين. كسط تخصيص بعشرين. كسط اول واخير بتلاتين. مجموعهم التمانين. بس اكتتب عندي كان اربعين الف سهم. يبقى احنا دلوقتي زي ما احنا كاتبين قدامنا في الورقة اللي معانا عدد الاسم المصدرة تلاتين. اللي اكتتاب كانوا باربعين الف. يبقى انا عندي زيادة كام? عشر تلاف سهم. وقال لي لما جينا نحصل القصة الاول والاخير في احد المساهمين واحد من المساهمين اتأخر. كان بيمتلك خمسمائة سهم وتأخر. هنشوف ده ازاي? يبقى انا احنا عندي المشكلتين. مشكلة انا عندي اسهم مكتتب فيها بزيادة. فدي اتأثر في قصة الاجتتاب. والمشكلة التانية ان لما جيتها حصل القصة الاول والاخير ان في واحد مساهم كان معاه خمسمائة سهم تأخر. طيب نشوف القيد الاولاني. قيد الاكتتاب. قلنا قيد الاكتتاب الاولاني بقول من حساب البنك الى قصة الاكتتاب بكتب في كل الاسهم المكتتب فيها. فانا زي في الورقة اللي قدامنا اللي احنا كتبنا فيها البيانات. انا عندي كم سهم مكتتب فيه? ايوان اربعين الف سهم. يبقى اربعين الف سهم في قيمة سهم بتلاتين جنيه هيطلع مليون وماتين الف من البنك القصة الاكتتاب. وقيد قيد التخصيص. هقول من قصة الاكتتاب لحساب رأس المال. هنا القيد ده بيبقى عدد الاسهم المصدرة. زي منتو كتبينها ايوان قدامكم الاسهم المصدرة. تلاتين الف سهم. في كام? في قيمة القصة بتلاتين يعني بتسعمائة الف جنيه. طب الاسهم الزيادة كام? الفرق ما بين. احنا اكتتبنا في اربعين الف وهنصد التلاتين يبقى عندنا اسهم زيادة كام? عشر تلاف سهم. العشر تلاف سهم في تلاتين بكام? بتلتمائة الف. يبقى ده بالنسبة لي للاسهم الزيادة. طيب بالنسبة ليه قصة التخصيص ما حصلش عند اي. زي ما وضع قدامنا قصة التخصيص اهو. ما عنديش اي مشكلة لعدد الاسهم المصدرة. تلاتين الف. في قيمة القصة عشرين. هقول قيد الاستحقاق من حساب قصة التخصيص لرأس المال. تلاتين الف في عشرين. بستمائة الف. ولما هاجهة حصل هقول ايه? من حساب البنك القصة التخصيص ما عنديش مشكلة. ما فيش حد تأخر. لكن التأخر كان فين? في في القصة الاخير. في القصة الاخير قصة الاول والاخير. لو بصنا فيه قدر استحقاق عبارة عن ايه? عدد الاسهم المصدرة. ايوان اللي هي التلاتين الف. في تلاتين جنيه. قيمة القصة. هيطلع تسعمائة الف جنيه. قصة الاول والاخير. الحساب رأس المال. ده قدر الاستحقاق. لكن لما هاجه حصل. مش هحصل التلاتين الف سهم اللي هم المصدرة. هحصل ايه? ايوان التلاتين الف ناقص الخمسمائة سهم اللي تأخر فيهم المساهم. يعني انا هحصل تسعة وعشرين الف وخمسمائة سهم. ايه متسة? تلاتين. هيطلع تمنمية خمسة وتمانين الف جنيه من حساب البنك القصة الاول الاخير. طب ده يأثر زيها لحقوق المساهمين. هيظهر حقوق المساهمين برأس المال المصدر بالاجمالي اللي هو كان بين قدامنا في الورقة اللي معانا. تلاتين الف سهم. في تمانين جنيه. بيه هخصم منه الاسم المتأخرة. اللي هو كان واحد اتأخر خمسمائة سهم وقيمة القصة كان بتلاتين بحوالي الف وخمستاشر الف جنيه. يبقى الفان ما بينهم ده رأس المال المدفوع. نشوف مثال تاني. طيب شركة معانا برضو الورقة والقلم. الشركة اصدرت. متين الف سهم. ايه متى السهم? ميت جنيه. وتسدد على اقصاص. يبقى رأس المال المصدر قد ايه? نكتب كده في الورقة معانا. رأس المال. المصدر. متين الف سهم. قيمة اسمية. مية. وتحصل على اقصاص. اربعين قصة اكتتاب. تلاتين قصة تخصيص. تلاتين قصة اول واخير. طب اذا علمت ان الاجتتاب حصل في متين وخمسين الف سهم. يبقى هنا الاسهم المكتتب فيها متين وخمسين. يبقى عندي زيادة ولا ما عنديه زيادة? ايوان عندي زيادة. متين وخمسين الف الاكتتاب. ناقص. المصدر متين يبقى انا عندي زيادة خمسين الف. ده زيادة. في عدد الاسهم اللي هتبقى موجودة. اللي اكتتبنا فيها. دي عنو ردها لصحاب. بصحب يقول لي والله اني بعد التخصيص ردت الاجتتابات. وعندي تأخر مساهم تأخر في تحصيل قصة التخصيص. بخمس تلاف سهم. وفي معلومة مهمة جدا. احنا هنا التأخير كان في انهي في انهي قصة. في قصة التخصيص. يبقى بالتالي المساهم اللي هيتأخر في قصة التخصيص بالتبعية. ده لازم. هيتأخر في القصة الاول والاخير. يعني التأخير لو اثر في قصة بيأثر كمان في اللي بعد. احنا في التمرين اللي قبليه كان بيأثر في القصة الاخير فما كانش في حاجة بعدين. اما هنا ان المساهم اتأخر في قصة التخصيص. فهتأخر في التخصيص وكمان هيتأخر فيه القصة الاول والاخير. فاللي اتأخر ده كان معاه خمس تلاف سهم. فالشركة في الحالة دي يهد بيع الاسم. فقال لي سعر البيع تمانين ومصاريف البيع الف وفي وقت التأخير الفين. المطلوب اللي نعمل القيود اليومية. اول قيد بالنسبالي وهو القيد الخاصة بقصة الاكتتاب. الاكتتاب قلنا اول قيد بالنسبالي في الاكتتاب بقول من حساب البنك الى قصة الاكتتاب. بكتب فيه كل الاسم المكتتب فيها. اللي هي كانت بينها وطلعناها في الورقة معنا اللي معنا دلوقتي ميتين وخمسين الف سهم في اربعين جنيه ايمة القصة يعني حوالي عشرة مليون جنيه. طيب لما هجاء خصصها خصص ايه? المصدر فقط اللي هو المتين الف سهم في اربعين لهم التمانية مليون. وهقول من قصة الاكتتاب الى حساب رأس المالي. والزيادة حوالي خمسين الف سهم في ايمة السهم او ايمة القصة اربعين خمسين الف في اربعين باتنين مليون. هقول من قصة الاكتتاب الى حساب البلد. ده بالنسبة لي كده ايه? القول اللي خاصة بقصة الاكتتاب. حصلت كل الاسهم. بعد كده بخصص اللي انا عايز اصدرهم فقط وارد الزيادة. طيب نشوف بالوقت قصة التخصيص. قصة التخصيص الاستحقاب بتاعه كام? عدد الاسهم المصدرة لهم المتين الف في ايمة القصة بتلاتين. يبقى من قصة التخصيص لرأس المال بستة مليون. لكن لما هجاء حصل انا مش هحصل لميتين الف سهم. انا هحصل مية خمسة وتسعين الف. ليه؟? لان في واحد مساهم معي خمس تلف سهم مش هيجبهم. فلينا هحصله مية خمسة وتسعين الف سهم. والسهم التلاتين هقول من حساب البنك لأحساب كست التخصيص. في المبلغ خمسة مليون تمنمائة وخمسين الف. طب في كست الاول والاخير اللي موجود. في الساق الاول والاخير لنفس الفكرة. المستحق بالنسبة لي الميتين الف سهم. انا بقول هيجيه لي المتين الف سهم. في سعر تلاتين يعني بستة مليون. لكن اللي هحصله برضو. هحصل المتين الف سهم? لا مش هحصلهم كلهم. ده انا في خمس تلاف برضو سهم. المساهم كان متأخر في قصة التخصيص فبالتالي اثر كمان علي. فالله هحصله بيا خمسة وتسعين الف. واقول من البنك اللي هقصل اولو الاخي. اخر قلت بالنسبة لي الشركة هنا لما المساهم اتأخر باعت الاسهم بتاعته. فكان فيه مصاريف بيع الاسهم كانت حوالي الف جنيه. فقلت فيها مصاريف البيع الى حساب البنك. دي بالنسبة لي القيود الخاصة. طب عايز اسبط القيد النهاردة اللي موجود بتاع الخاص ببيع الاسهم المتأخرة. هعمل ايه? اشوف الاول حصلية بيع الاسهم زي ما موجود قدامنا. احنا كان معنا خمس تلاف سهم. بيعناهم بكام? بيعنا السهم بتمانين يبقى الشركة جالها خمس تلاف سهم في سعر بيع السهم اللي هو تمانين جنيه. طب الاقصاط المتأخرة عن المساهم اسلام. كام? والله المساهم ده تأخر في قسطين. قسط التخصيص وقسط الاول. عدد الاقصاط في قيمة القسط. فقسط التخصيص خمس تلاف سهم في قيمة القسط تلاتين خمس تلاف في تلاتين. وقسط الاول خمس تلاف سهم برضو في تلاتين. يبقى المتأخرة على المساهم قيمة القسط الاقصاط كلها اللي هي الخمستاشر الف قسط التخصيص والخمستاشر الف قسط الاول والاخير. وعليه فوائد تأخير بالفين وكمان مصاليف البيع هحملها ليه? يبقى المساهم ده عليه متأخرات بالتلاتة تلتمية وتلاتة الف. وانا محصل ربعمية الف. يبقى انا في باقي المستحقة عليه سبعة وتسعين الف. ونشوفها في العشان نعرف نعمل القيد الخاص ببيع الاسهم ده دايما في الجانب المدين هيبقى حساب البنج وهيبقى عدد الاسهم المتأخرة او عدد الاسهم اللي انا باعتها بتاعة المساهم متأخر في سعر البيع زي ما موجود معنا خمس تلاف سهم وسعر السهم تمانين بقناه يبقى ربعمية الف. وفي الجانب الدائن هنحط اللاقصات اللي موجودة الاول. فانا كان عندي هنا قسطين. قسط التخصيص والقسط الاول كان الخمس تلاف سهم. في تلاتين قيمة القسط في كل واحد يبقى خمساشر الف مية وخمسين الف ومية وخمسين الف. وعلي فوائد داينب الفين ومصاريف البيع الف. لحد دلوقتي وبستنى. واشوف الفرق ما بين الجانب المدين والجانب الدائن. يعني كلمة السبعة وتسعين الف لحساب المساهم المتأخر ده المستنتج. يعني ده كده ما بين قسطين واحنا بنعمل قد ده المستنتج. الفرق ما بين ربعمائة الف. والمبالغ كلها. ممكن يبقى في الجانب المدين. او ممكن يبقى في الجانب الدائن زي ما هو موجود. يبقى الفرق ما بين حصيلة التحصيل اللي هي المبلغ الموجود في الجانب الدائم يظهر حساب المساهم. ممكن احطه في الجانب المدين او الدائم. وفي القيد الاخير بسدد المستحق للمساهم اقفل للمساهم. هو هنا جانب دائم اجيبه مدين. فاقول من حساب المساهم الى حساب البنك. ده بالنسبة لي كده مشكية ان المساهم اتأخر وبيعنا الاسهم المتأخرة. طيب دلوقتي عندي معالجة مصاريف التأسيس ومقابل مصاريف الاصدار. نسأل دلوقتي ايه الفرق ما بين مصاريف التأسيس ومقابل مصاريف الاصدار. مصاريف التأسيس دي المصاريف اللي بيدفعها الناس اللي كان عندهم فكرة تأسيس الشركة. زي النفقات الاكتتاب. اتعاب المحاميين والاداريين والمستشارين والمحاسبين والرسوم المختلفة. كل المبالغ دي الشركة بتدفعها. كل المؤسسين بيدفعوها. من اموالهم الخاصة. لحد ما الشركة بتتكون. وبيطلبوا مجلس الادارة برد هزي المصرفات. طب ايه معالجة مقابل مصاريف الاصدار? مقابل مصاريف الاصدار ده المبلغ اللي بتضيفه الشركة للقيمة الاسمية للسهم لتغطية او المساهمة في مصاريف التأسيس. وبالتالي فمقابل مصاريف الاصدار ده بيكون دائن في نهاية السنة. يعني ايه? يعني الشركة بتدفع الاول المؤسسين بيدفعوا مصاريف عشان يأسسوا الشركة. ولما بيجي يصدروا الاسهم بيحملوا لكل سهم. لو قيمة السهم مسلا عشرة جنيه قيمة اسمية بيبتدي يقولوا لأ هنبيع السهم باحداشر عشرة جنيه قيمة اسمية زائد جنيه مقابل مصاريف الاصدار. عشان نعوض مصاريف التأسيس اللي احنا دفعناها. وهنشوف مع بعض التمرين عليها. التمرين معنا برضو الورقة والقلم. هنقول في اول يناير الفين وتسعتاشر تكونت شركة مساهمة رأس مال مرخص عشرين مليون مقسم الى اتنين مليون يبقى السهم امتى عشرة جنيه. وزي ما قلت رأس المال المرخص دي معلومة. رأس المال المصدر اهون نكتبه معنا رأس المال المصدر كان خمسمية الف سهم. وتحصل السهم على اقصاد السهم بعشرة جنيه بيحصل على اقصاد ستة جنيه قسط اكتتاب شامل مقابل مصاريف الاصدار مقابل مصاريف الاصدار اللي هي واحد جنيه. وعندي قسط التخصيص تلاتة والقسط الاول والاخير اتنين. يعني احنا لو بصينا ان السهم بعشرة فحد هيقول لي احنا جمعنا الستة والتلاتة تسعة وتنين حداشرة. هنقول اه في جنيه زيادة. ده مقابل مصاريف الاصدار اللي هو بنحصله مع قسط الاختتاب. عشان كده قسط الاختتاب هو بخمسة جنيه زائد واحد جنيه. مقابل مصاريف الاصدار يبقى ستة جنيه. بس الاختتاب حصل في كم? في خمسمية وعشرة الف سهم. يعني انا عندي زيادة في الاسهم عشر تلاف سهم. وردينا الزيادة لاصحابها وكانت مصاريف التأسيس خمسمية الف جنيه. طيب نشوف الاول. مش هيختلف حاجة اللي احنا عملناها قبل كده. وهلاقي ان اول قسط او اول قد بنسبة لقسط الاكتتاب هقول من البنج لقسط الاكتتاب بحط في عدد الاسهم اللي اكتتبنا فيها احنا هنا اكتتبنا في خمسمية وعشرة الف سهم. في قيمة القسط كله بستة جنيه يبقى تلاتة مليون وستين الف. لما اجي اخصص بقى الاسهم هخصص هقول من حساب قسط الاكتتاب. ده بيكون عبارة عن خمسمية الف سهم. اللي هو المكتتب فيه. اللي هو اللي احنا فعلا خصصناه. في ستة جنيه. بثلاتة مليون. طيب ايه لحساب? رأس المال ومقابل مصاريف الاصدار. رأس المال زي ما قلت قبل كده. رأس المال دايما بيظهر بالقيمة الاسمية. عدد الاسم المصدرة كان رأس المال عبارة عن عدد الاسم المصدرة اللي هي الخمسمية الف سهم في خمسة جنيه القيمة الاسمية. يبقى تنيه مليون ونصف. ومقابل مصاريف الاصدار كام? عدد الاسم المصدرة اللي هي الخمسمية الف في جنيه. يبقى خمسمية الف. طيب. عايزين نرد الزيادة بقى لاصحابها? الزيادة كان عشر تلاف سهم. واحنا اخدنا ستة جنيه من الناس. يبقى عشر تلاف ستة بستين الف. واقول من قص الاختتاب الى حساب البنك. طيب. وبعد كده هزبط مصاريف التأسيس اللي هي من حساب مصاريف التأسيس الى حساب البنك بتخمسمائة الف جنيه. اقفل بقى مصاريف التأسيس. في الحالة دي نلاحز ايه? نلاحز اللي انا اصلا خدت من الناس مقابل مصاريف اصدار خمسمائة الف. ومصاريف التأسيس اللي كنت دفعتها في الاول خمسمائة الف. في الحالة دي بيتقفلوا الاتنين في بعض. يعني مقابل مصاريف الاصدار كان داين يتقفل مدين. ومصاريف التأسيس مدين تتقفل داين. وهنا ما فيش فرق ما بين الطرفين. يعني مقابل مصاريف الاصدار بتساوي مصاريف التأسيس. لان عندي احتمالات تانية ممكن تبقى اكتر او ممكن تبقى اقل زي ما هنشوف بعدين. طيب. بعد كده الاخصات التانية ما فيهاش مشكلة. قسط التخصيص او القسط الاول والاخير. اللي اتنين بقى النسبالي بعمل قيد استحقاق وقيد تحصيل. فمسلا قيد الخاص بقسط التخصيص. قيد الاستحقاق عبارة عن ايه? عدد الاسم المصدرة خمسمية الف سنة. في قيمة القسط اللي هي تلاتة جنيه. يبقى من قسط التخصيص الى رأس المال. مليون ونص. ولما هحصل هحصلهم كلهم من البنك الى قسط التخصيص. ده القيد الخاصة بقسط التخصيص. طيب. القيد الخاصة بقسط الاول والاخير. نفس الفكرة. بعمل قيد استحقاق عدد الاسم المصدرة اللي هي بخمسمية الف سنة. في قيمة القسط باتنين جنيه بمليون. اه بعشرة. بمليون جنيه. وهو عبارة عن القسط الاول والاخير الى حساب رأس المال. ولما هاجح حصل اقول من حساب البنك الى حساب القسط الاول والاخير. طيب. نفس التمرين ده لو جينا نقول ان مصاريف التأسيس كانت مرة تلتمية ومرة خمسمية وخمسين نشوف هيحصل ايه? لو في الحالة الاولانية ان مصاريف التأسيس تلتمية تخيل كده معي? لو انا عندي مصاريف تأسيس كنت دفعها تلتمية يا مدينة. هتتقفل داينة. طب انا لم اخدت من الناس فلوس مقابل مصاريف اصدار بخمسمية الف. معنا كده ان في زيادة. الزيادة دي تروح فين? تروح الاحتياط الرأس مالي. يبقى انا مصاريف التأسيس بازبتها تلتمية الف. لما جاء في المصاريف التأسيس مدينة هتتقفل داينة تلتمية ومقابل مصاريف الاصدار داين اه في المدينة بخمسمية. الفرق ما بينهم في الجانب الداين بمئتين الف احتياط الرأسمالي. يعني لو الفرق في الجانب الداين ده مكسب بالنسبالي بس ما بعترفش به ارباء. بودي احتياط رأسمالي. طب لو كانت بقى مصاريف التأسيس خمسمية وخمسين. في الحالة دي ايه? في الحالة دي انا حصلت من الناس خمسمائة الف. لما هقفل. لو الفرق في الجانب المدين بقول عليه ارباح وخسائن. دلوقتي هنشوف بقى لو عايزين المعالجة المحاسبية لتعديل رأس المال لو احنا عايزين نزود رأس المال. يعني لو الشركة كانت زي ما احنا اللي خدنا اللي فده كله كانت الشركة اصدرت اسهم معينة. طب لو الشركة بعد فترة حبت ان هي تزود رأس المال. ايه اللي هيحصل? ده مثال موجودة معنا. برضو معنا الورقة والقلم عشان نطلع البيانات. احد الشركات قامت بزيادة رأس مالها. او في بداية تمرين بقول زيادة رأس المال. ان هي عايزة تصدر ايه? خمسين الف سهم عادة. يبقى ايه? الاصدار قد ايه? يبقى الاصدار خمسين الف سهم. قيمة اسمية عشرة جنيه. سعر تداول سهم الشركة بالسوق خمسة وعشرين. سعر السوق خمسة وعشرين جنيه. معناها يبقى السعر الاولى لعشرة جنيه دل قيمة اسمية. سعر التداول في السوق ده اللي هي القيمة السوقية. اكتبها معايا كده. القيمة السوقية كان 25 جنيه. لان الشركة دي بتزود رأس المال. معناها ان الشركة قبل كده كانت اصدرت. وكونت الشركة من فترة. هي دلوقتي بتزود رأس المال في السهم طبعا زيادة حصل له زيادة في سعره. عامت السوقية. يبقى انا دولت اللي هي القيمة الاسمية. و друг. وهي قيمة سوقية. وقال لي تم اضافة واحد جنيه مقابل واحد جنيه مقابل مصاريف الاصدار لكل سهم. والناس اكتتبت في ستين الف سهم. معناها ان ستين الف سهم ان انا بتي زيادة عندي عشر تلاف سهم. طيب. في هنا حاجة اسمها علاوة الاصدار. ايه? ايه المقصود بعلاوة الاصدار? علاوة الاصدار دي المبلغ اللي الشركة او المبلغ الفرق ما بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية. وده بيبقى تعويض للمساهمين القدامى. يعني الناس المساهمين اول لما الناس اسسنا الشركة كان السهم بعشرة جنيه. ده اول يوم اسسنا في الشركة. النهاردة بعد فترة من الزمن حبينا نزود رأس المال. فحيخش مساهمين جدو. اكيد مش هنخليهم نشتروا السهم بعشرة. زي الناس اللي اشتروا معنا في الاول. فالسهم بيبقى قيمته في سوق خمسة وعشرين جنيه. الفرق ما بين القنتين دي اسمه علاوة الاصدار يبقى انا معنى كده اللي انا هحصله من الناس عبارة عن العشرة جنيه اللي هي القيمة الاسمية. وهاخد منهم خمسة عشر جنيه علاوة اصدار. لان انا هبيع لهم بالقيمة السوقية. مش هبيع بالقيمة الاسمية. وهاخد منهم جنيه مقابل مصاريف الاصدار. يبقى انا هاخد من الناس كام. بقول تاني. هاخد من الناس ثلاث قيم. الايمة الاسمية اللي هي الدفعة عن الناس القديمة. والعلاوة اللي هي الفرق ما بين القيمة السوقية وقيمة الاسمية ومقابل مصيف الاصدار. يعني هحصل ستة وعشرين. يبقى انا هقول في القيد الاولاني اكتتاب. من حساب البنك لحساب المساهمين كم اسهم تم الاكتتاب فيها? زي ما احنا مطلعين ببياناتنا ستين الف سهم تم الاكتتاب فيه. تمام? في الستة وعشرين جنيه. هيطلع مليون خمسمية وستين الف من حساب البنك لحساب المساهمين. طب لما هخصص هقفل المساهمين. هقول بقى لما بخصص على الخمسين الف سهم. لان انا هرد زيادة. هقول من حساب المساهمين. المساهمين هنا هيتقال الخمسين الف سهم. الى były هيا العدد الاسهم المصدرة في في كام ستة وعشرين. يعني مليون و تلتمية. في الجانب الدائم. رأس المال ده اول بند. رأس المال اول حساب موجود عندي عدد الاسهم المصدرة خمسين الف سهم. في كام. في القيمة الاسلمية اللي هي العشرة جنيه. يعني خمسمه تب العلوة بكم? خمسين الف سهم. في خمستاشر جنيه. هيطلع سبعمائة وخمسين الف. طب مقابل مصاريف الاصدار كام? خمسين الف سهم في واحد جنيه. يبقى ده القيد بتاع الخاص بتخصيص الاسف. رد الزيادة هما الزيادة عشر تلاف سهم في ستة وعشرين يعني متين وستين الف من حساب المساهمين الى حساب البنة. طيب. نراحز هنا في ايه? في حساب جديد اول مرة نشوفه اسمه علاوة الاصدار. زي ما هو واضح قدامنا علاوة الاصدار دائم بكام? بسبعمائة وخمسين الف جنيه. ونبص للمسألة دايتها فوق. نلاقي ان كان من ضمن البيانات ان كان موجود عندي ان رأس المال المصدر قبل الزيادة اتنين مليون جنيه. وما عنديش رصيد سابق للاحتياطي القانوني. ايه معنى الكلام ده? نشوف المعنى الخاص بيه الكلام ده. ايه? القاعدة بتقول لي ايه? بتقول لي ان علاوة الاصدار تقفل في الاحتياط القانوني. بس بشرط ان الاحتياط القانوني لا يتجاوز نص رأس المال المصدر بعد الزيادة. يعني ايه? انا بتتقفل في الاحتياط القانوني. طب انا هنا ما عنديش احتياط القانوني. في الحالة دي بعمل ايه? بشوف رأس المال في البداية بالورقة والقلم اهو معنا والناس تكتب معاه. بقول رأس المال قبل زيادة كان كام? اتنين مليون جنيه. طيب بعد زيادة كام? خمسمية الف جنيه. يبقى رأس المال كله كام? اتنين مليون ونص. طيب نص المبلغ ده يبقى رأس المال كله بعد الزيادة كام? نص الاتنين مليون ونص كام? مليون متين وخمسين الف جنيه. المليون متين وخمسين الف اللي موجودة قدامنا دي ده السقف بتاعي اللي ما ينفعش اتعدى وانا بعمل احتياطي قانوني. يبقى الاحتياطي القانوني ما ينفعش يزيد عن المبلغ ده. يبقى اخر لمت ليه او اخر حد ليه في الاحتياطي القانوني هو المليون متين وخمسين. هو نص رأس المال. انا اصلا ما عنديش احتياطي قانوني كان بسفر. طب انا عندي علاوة كام? بخمسة سبعة مية وخمسين الف. فبالتالي لا يكفي. يعني انا كده ما كانش عندي احتياطي. وبقول لك على سبيل المثال معانا كده زي اناء. اناء ازازة. الساعة بتاعتها مليون متين وخمسين. دي الساعة اللترية بتاعتها مسلا. وهي فضية خالص. وانا عايز احط فيها سبعمائة وخمسين الف لتر. تقضي اه تقضي وتفيد كمان. فانا هقفل العلاوة على طول في الاحتياطي القانوني. يبقى اقول من حساب علاوة الاصدار الاحتياطي القانوني. طيب مقابل مصاريف الاصدار في الحالة دي. في حد هيقول لي ايه ده? طب ما فيش عندي هنا مصاريف تأسيس. طيب ما فيش مصاريف تأسيس. لان مصاريف التأسيس دي اتدفعت قبل كده في فترة سابقة. اتدفعت في فترة سابقة. انا هنا بزود رأس المال. ففي حالة الزيادة هنا لما بزود رأس المال مش هعمل مصاريف تأسيس تاني. خلاص يا الشركة تكونت بالفعل. فهقفل على طول مقابل مصاريف الاصدار في الاحتياط الرأسي مالي. يبقى ركز على حاجتين. مقابل مصاريف الاصدار دي بتتقفل في الاحتياط الرأسي مالي لو عندي. اما العلاوة بتتقفل في الاحتياط القانوني بشرط اللي يتجاوز نص رأس المال. ولو تجاوز الباقي بتقفل في الاحتياط الخاص. زي ما هنشوف معنا. طبعا ده التأسيل على حقول مساهمين. بيظهر عند رأس المال المصدر قبل وبعد. وبحط الاحتياط القانوني واحتياط الرأس مالي. زي البيانات اللي موجودة عندي. تمرين تاني. وتمرين نطلع البيانات اللي فيه. احد الشركات طرحت مية الف سهم عادي للاكتتاب. عند عقو مية الف سهم. بالورقة القيمة الاسمية خمسين جنيه. القيمة السوقية سبعة وسبعين جنيه. على طول بطلع علاوة الاصدار الفرق ما بين القنطين سبعة وسبعين نقص خمسين وهي اتنين وعشرين جنيه. وطم اضافة اتنين جنيه لكل سهم مقابل مصاريف الاصدار. وقررت الشركة تحصيل قيمة السهم الجديد على اقصاد. القسط الاولاني قسط الاجتتاب بعشرين. والتاني بالاضافة لعلاوة الاصدار ومقابل مصاريف الاصدار. يعني متضمن. والكسط التاني تخصيص بعشرين والاخير بعشر. الاكتتاب حصل في كام مية وعشرين الف. يبقى انا عندي زيادة عشرين الف سهم. وعندي بيانات موجودة عندي احتياطي. رأس المال قبل الزيادة. رأس المال المصدر المدفوع قبل الزيادة كان قبل الزيادة كان ستة مليون جنيه. وعند الاحتياطي القانوني كان اربعة مليون. والاحتياطي الرأسي مالي ربعمائة الف جنيه. مطلوب مني اعمل قيود اليومية. هنشوف مع بعض. اول حاجة علاوة الاصدار زي ما قلت موجودة عندي بالنسبة لي. السهم كان قيمة السوقية سبعة وسبعين. والقيمة الاسمية خمسين يبقى العلاوة الاصدار سبعة وعشرين جنيه. طب احصل من الناس ايه? هحصل تلاتة. القيمة الاسمية كام? قيمة القسط عشرين. ما احنا قلنا السهم يا حصنا على الاقصاد. فالقسط الاولاني قسط الكتاب عشرين جنيه. وهاخد منهم علاوة سبعة وعشرين جنيه. وهاخد منهم اتنين جنيه مقابل مصاريف اصدار يبقى الاجمال تسعة واربعين. يبقى انا هحصل من الناس تسعة واربعين جنيه. بقول تاني تسعة وربعين جنيه وبرعا عن ايه? وبرعا عن القيمة الاسمية. اللي هي. قيمة القسط اللي هي عشرين. وهي العلاوة اللي هي سبعة وعشرين. والمقابل مصاريف الاصدار اللي هي اتنين جنيه. قسط الاقتتاب او قيد الاقتتاب بتاعي هيبقى من حساب البنك. الحساب قسط الاقتتاب. هقول عدد الاسم المكتب فيها ليل مئة وعشرين الف سن. كلهم في تسعة واربعين. جنيه. طيب. تاني القيد بالنسبة قيد التخصيص. هخصص على مية الف سهم. يبقى قصة الاكتتاب في الجانب المدين هيتقال. مية الف سهم هي عدد الاسهم المصدرة في التسعة واربعين القيمة كلها. وابتدي اللي انا في الجانب الدائن بابتدي اللي انا افصل القيمة دي. هقول بالنسبة للقيمة الاسمية بيتقال عليها رأس المالي. عدد الاسهم مية الف في القيمة الاسمية اللي هي العشرين. وعلاوة الاصدار عدد الاسهم مية سهم في قيمة العلاوة. ومقابل مصاريف الاصدار عدد الاسهم في مقابل مصاريف الاصدار اللي هي كانت باتنين جنيه. طب رد الزيادة. الزيادة بالنسبة لي كانوا عشرين الف سهم. لان احنا اكتتبنا في مية وعشرين. والاسهم اللي اصدرناها مية. فانا عندي عشرين الف سهم زيادة. عشرين الف سهم في تسعة واربعين. هيطلع تسمائة وتمانين الف. هقول من قصة الاكتتاب الى حساب البنك. ده الجزء اولاني الخاص بالقصة. طيب. علاوة الاصدار هنا في الحالة دي. هعمل فيها ايه? علاوة الاصدار. نلاحظ مع بعض علاوة الاصدار. وهنوضح طبعا بالارقام. علاوة الاصدار. رأس المال قبل الزيادة كان كام? نشوف رأس المال قبل الزيادة. رأس المال قبل الزيادة كان ستة مليون. طيب بعد الزيادة رأس المال بكام? باتنين مليون. يعني رأس المال كله تمانية مليون. نص رأس المال المصدر كام? اربعة مليون. يبقى معناها ان الاحتياط القانوني ما ينفعش انه يتعدى الاحتياط القانوني. ما ينفعش انه يتعدى نصف رأس المال اللي هيبقى موجود. يبقى في الحالة دي بقفل علاوة الاصدار اللي هي المبلغ الاتنين مليون وسبعمية بقفل بس جزء اننا اوصل لنصف رأس المال المليون ونص والاحتياط الخاص الباقي بيتحط فيه بالفرق ما بين الجانب المدينة والجانب الداين. طيب مقابل مصاريف الاصدار قلنا مقابل مصاريف الاصدار دي تقفل مباشرة تقفل مباشرة في الاحتياط الرأس مالي. طيب وبعد كده الاقصاط التانية بعمل قدين قسط تخصيص قيد استحقاق وقيد تحصيل. فقسط التخصيص بالنسبة لي هيبقى عدد الاسهم في قيمة القسط اللي هي العشرين. من حساب قسط التخصيص لرأس المال. ولما هحصل هقول من البنك الى قسط التخصيص. نفس الفكرة في قسط الاول والاخير. لما هجأ هقول استحقاق القسط هقول من حساب القسط الاول والاخير لحساب رأس المال. عدد الاسهم في قيمة القسط. ولما هحصل هقول من البنك القسط الاول والاخير. شايفين مع بعض قدامنا بالنسبة ليه حساب رأس المال. رأس المال المصدر بعد الزيادة كان ايه? رأس المال قبل الزيادة كان ستة مليون. طب بعد الزيادة كان كام? خمسة مليون. يبقى رأس المال كله كام? حداشر مليون. نص رأس المال المصدر كام? نص الحداشر مليون كام? خمسة مليون ونص. طب انا عندي احتياطي قانوني بكام? باربعة مليون. يبقى بالنسبة لي علاوة الاصدار. يبقى انا بالنسبة لي الاحتياط القانوني السقف بتاعي خمسة مليون ونص. انا عندي منهم اربعة مليون احتياطي قانوني مستغل. خلاص. يبقى ما قداميش قال له مليون ونص. طيب انا عندي العلاوة كانت كام? العلاوة كانت المبلغ اللي انا شفناه في العلاوة. عشان كده ما ينفعش. كان اتنين مليون وسبعمية. يبقى لتنين مليون وسبعمية. اخد منهم مليون ونص اوضيف الاحتياط القانوني. والباقي يروح في احتياطي خاص بمليون ونص. وده التأثير على حقول مسامين بيظهر رأس المال قبل وبعد الزيادة والاحتياطي سواء القانوني ورأس مالي الخاص.